الفصل التاسع صناع الأوهام في القرن العشرين الهدف من الإرهاب ليس إلا الإرهاب فرانز فانون يقر ألغور في فيلمه الوثائقي حقيقة غير مريحة أنه من خلال حملة الانتخابات الرئاسية للعام 2000 نصحه مستشاره بتجنب الإشارة إلى القضايا البيئية خلال الحملة وذلك بالرغم من اعتقاده العميق بها وذلك لأنها لن تغري الناخبين بالتصويت له لقد استند المستشار في نصيحته تلك إلى استطلاعات الرأي غير أنه من البديهي أن يختلف الوضع اليوم عما كان عليه اختلافا واضحا وخاصة مع إدراك ملايين الناس للخطر الذي تمثله الأزمة البيئية وأصبح على الساسة في دولة السوق آداء مهمة لا علاقة لها بالسياسات التقليدية وإنما متمحورة حول القضايا المفردة وبدلا من وضع رؤية مسبقة للمستقبل باتوا يسمعون الناس ما يرغبون بسماعه لقد أصبحت استطلاعات الرأي صوت الشعب ولم تعد السياسة ميدانا تتصارع فيه الأفكار وإنما ساحة تتواجه فيها استراتيجيات تسويق المستفتين الناجحين ومن بينهم الأمريكي الشهير مارك بين الذي أتقن فن استطلاعات الرأي السياسية عن طريق تطبيقه مبادئ تجارية مثل استخراج البيانات وتعد سلسلة مركز التسوق تيسكو البريطانية رائدة هذه التقنية الجديدة والتي هي عبارة عن جمع بيانات قيمة تتعلق بالعملاء عن طريق استخدام بطاقات النوادي والتي تعتبر بمثابة الحمض النووي للمتسوقين إنجاز التعبير لأنها تحوي المعلومات المطلوبة كافة لتقييم سلوكياتهم التجارية والتي لا تقتصر على حالتهم الإجتماعية وحسب بل تشمل أيضا ذوقهم في الطعام تستعين فرق التسويق بهذه المعلومات وتركز على العملاء الذين يغيرون عاداتهم وليس على أولئك الذين لا يشترون إلا المنتجات نفسها دوما وذلك لأنه يمكن ترجمة التغييرات في أنماط السلوكيات التجارية إلى فرص تجارية مهرية وتتمحور عملية الانتخابات حول الناخبين المرجحين لأنهم يحددون مصير أي حملة ناجحة ولهذا السبب فإن استطلاعات آراء هؤلاء الناخبين بالنسبة إلى الساسة هي بمثابة بطاقات النوادي بالنسبة إلى تيسكو بالنظر إلى أنها تعطيهم فكرة عن آراء الناخبين الرئيسيين يركز معظم المستفتين السياسيين اليوم على استخراج البيانات وتحليلها فهم يجمعون معلومات تتعلق بالناخبين المرجحين ويدرسونها ليجدوا أنماطا هامة ولم يختر حزب العمال شعار انتخاباته المثير للجدل في حملة عام 2005 إلى الأمام لا إلى الوراء على سبيل المثال إلا من سياق هذا النمط المبتكر من استطلاعات الرأي كانت شركة بين قبل الانتخابات البريطانية قد أجرت آلاف المقابلات في المملكة المتحدة لفهم ما يرغب الناس بسماع ما يقوله حزب العمال الجديد وقد فهم توني بلير ذلك ولخصه بالشعار آن في الذكر صحيح أن علماء الاجتماع كتبوا مطولا عن الطبقة الوسطى المتذبذبة غير أن الناخبين المرجحين لم يلعبوا دورا هاما في السياسة إلا مع حلول دولة السوق وإن القضايا التي تهم هذه الفئة هي الأقلية وليست أيديولوجيات الأحزاب السياسية هي المسؤولة عن صياغة سياسات الديمقراطيات المعاصرة اليوم بعد أن وجد الساسة أنفسهم اليوم مجردين من خصالهم الفكرية والإيديولوجية لم يعد دورهم يتعدى كونهم مؤذين سياسيين حيث يؤدون أدوارهم ضمن سلسلة من الأوهام الكبيرة التي يجعلون الحشود من خلالها تصدق أن تلك السياسات تعكس ما تحتاج إليه الأمة إن فهم الأمور التي تجعل الناس يرجحون حزبا على آخر في دولة السوق يعد أداة قوية يمكن لمن يتقن استعمالها اجتراح العجائب بالدعاية السياسية المناسبة حيث إن فتتان الناخبين المرجحين بالمشاهير على سبيل المثال يلعب دورا حاسما في موقفهم السياسي غير أن هذا الوضع ما هو إلا ظاهرة جديدة فقط تخيل ما الذي سيجري لو خاد كل نجوم الفيلم الشهير حياة حلوة حملة ترشح للانضمام إلى الحزب الديمقراطي المسيحي الإيطالي في حين كان تدخل الفنانين في أمور السياسة يعد في الماضي فعلا مضادا للتأسيس كما في حالة تشارلي تشابلان في أثناء نهوض النازية ولاحقا خلال الحقبة الماكارثية فإن السياسيين اليوم يشجعون المشاهير على الانضمام إلى فريقهم لأن من شأن ذلك أن يترجم إلى أصوات المشاهير تعريفا هم مؤدون وبالتالي يقبل الناس على مشاهدة أدائهم ولهذا السبب تم تعيين بوب جيلدوف مستشارا لدى حزب المحافظين البريطاني ليدلي بدلوه بخصوص قضية الفقر العالمي وتضم لائحة المشاهير الذين يقدمون دعمهم لليونيسيف ديفيد بيكام وريكي مارتين وروبي ويليامز بينما تطلع خمس من ملكات جمال الكون السابقات بمهام سفيرات صندوق الأمم المتحدة للسكان للنوايا الحسنة لقد أصبحت المكانة وليست المعرفة العاملة الأساسية في انخراط المشاهير بالسياسات العالمية ومن البديهي القول إن العولمة ضخمت هذا الدور بشكل هائل وجعلت وجوههم معروفة في أقاص المعمورة لكن الانتقال من الدولة القومية إلى دولة السوق سهل دخولهم في تيار السياسة حيث ينتمي المشاهير إلى المؤسسة لأنهم يدينون بنجوميتهم وثروتهم إلى الحملات المجنونة التي تقام بهدف تسويق صورتهم وبالتالي فإن ولاءهم للسوق راسخ على اعتبار أن وجودهم ونجاحهم المستمر يعتمدان عليه إن الثروات الطائلة والشهرة قد حولتا المشاهير إلى نوع متفوق من البشر ويمكنهم بالتالي أن يعيشوا حياتهم خارج المعايير العادية وهذا ما يكون فيتحول قيام براد بيت بقيادة سيارة هجينة إلى فعل يدعو لإنقاذ الكوكب لكنه يسافر بانتظام على متن طائرة نفاثة خاصة مثل ما فعل حين سافر مع أنجيلين جولي إلى ناميبيا محرقا بذلك أحد عشر ألف غالون تقريبا من الوقود وهي كمية تكفي لتأخذه بسيارته الهجينة إياها إلى القمر أما بونو فقد نال حظوة الترشح لجائزة النوبل للسلام بفضل حملته لإنقاذ إفريقيا من الفقر في الوقت الذي كانت فرقته يوتو تتهرب من الضرائب في المملكة المتحدة عن طريق لجوئها إلى مكان ألماني تعثى فيه من الضريبة إن مثل هذا السلوك المتضارب سيكون وكأنما تشارلي تشابلان يتناول الغداء بصحبة رأس المكارثية السيناتور مكارثي نفسه أو ربما مع الأخوة دولس ففي الماضي لم يكن أحد ليقبل بمثل هذه التمثيليات المنافقة كما هو حالها اليوم أما لماذا يسمح للمشاهير بالتصرف على هذا النحو فهو سؤال تجيب عنه مكانتهم المتفوقة والتي لا تريد الحشود المساس بها لأن الناس أدمنوا على المشاهير وسيضيعون إذا لم يشاهدوهم كل يوم كما أن شؤون المشاهير الغرامية تلهي الناس عن مجريات حياتهم اليومية في حين تغرقهم الصحف الصفراء بجرعات من الحميمية المركزة التي تغدي أحلام يقظتهم على خرار آل جونز الذين تحدثنا عنهم في فصول سابقة فإن آخر ما يريده الناس هو إنتاج عالم أفضل وإنما جل ما يريدونه هو الانضمام إلى عالم المشاهير فتراهم يجدرون الرغبة بالهرب يوما بعد يوم إلى عالم الخيال بالرغم من مكانة المشاهير المتفوقة فإن الساسة يتلاعبون بهم ويقنعونهم بتأدية تمثيلياتهم السياسية الواهمة والتي لها مفعول السحر ذلك أن الساسة وليس مغنوء البوب أو لاعبوء الكرة الدوليون أو نجوم هوليود هم الذين يلعبون دور صانع الأوهام البارع كما سنتناول خلال الفقرة التالية فإنه بالرغم من تأييد جورج دابليو بوش وتوني بلير لحملة بونو وغيلدوف لايف تمانية للقضاء على الفقر في أفريقيا فإن الدافع الرئيسي لهاتين الشخصيتين السياسيتين لم يكن سوى حماية مصالحهما الخاصة ومصالح جمهور الناخبين وليس إخراج إفريقيا من حالة الفقر المدقعة لقد تبين أن اشتراك المشاهير في السياسة والأحداث الدعائية الضخمة التي ينظمها مسؤولوء الدعاية أمور أساسية للإعلان عن المبادرات مثل تلك التي قدمتها الجماهير الغربية لإفريقيا أما في الواقع فقد أدى تنفيذ هذه الأجندة إلى تخليد خضوع القارة الإفريقية لاقتصاديات القوى الغربية إلى أبد الآبدين غداء الفكر الإفريقي حيرت معذلة إفريقيا أجيالا من الاقتصاديين والسياسيين ذلك أنه منذ ستينيات القرن الماضي تلقت القارة الإفريقية مساعدات تربو قيمتها على نثف تريليون دولار لكن ها هي اليوم أشد فقرا مما كانت عليه قبل أن تمد يدها لطلب القرود لماذا؟ هذا سؤال يسهل على مشاهير مثل بونو الإجابة عنه إذ إن نقص المال وعجز الدول الإفريقية عن سداد ديونها شلا حركة النمو الاقتصادي الإفريقي وأما الحل فهو أسهل بكثير ولا يتطلب أكثر من قيام المتبرعين بشطب الديون الحالية ومضاعفة المساعدات المالية التي يقدمونها لإفريقيا وكان توني بلير في قمة مجموعة الثمانية التي انعقدت في العام 2005 قد أيد هذه الرسالة في حين لعب كل من بونو وبوب جيلدوف دورا مهما في تعبئة معجبيهم للضغط على أعضاء دول مجموعة الثمانية لدعم مثل هذه المبادرة غير أن أبرز الاقتصاديين والديبلوماسيين وحتى الناس الذين كرسوا حياتهم لوضع نهاية للفقر في الدول النامية عارضوا ذلك بشدة لأن الأمر الذي يحول دولة نامية إلى دولة متطورة ليس بمقدار ما يجتذب من مساعدات أجنبية وإنما كيفية إنفاق هذه الأموال على حد قول الدبلوماسي الإيطالي كارلو كيبو الذي عاش عقودا من حياته في إفريقيا الأمر المهم فعلا في هذه القضية هو كيف تنفق نخبة الساسة الإفريقيين المساعدات الأجنبية ذلك أن معظم مبلغ نصف تريليون دولار التي تلقتها إفريقيا منذ الستينات دهب لتمويل الإنقلابات العسكرية والحروب الأهلية ولم ينفق لتحقيق تطور اقتصادي وقد شهدت فترة الثمانينات وحدها ما لا يقل عن 92 محاولة انقلاب عسكري في الدول الواقعة إلى جنوب الصحراء الكبرى وخلفت آثارها في 29 دولة منها وفي الفترة الواقعة بين عامي 1982 و85 أنفقت زمبابوي مليار فصل ثلاثة مليار دولار من المساعدات الأجنبية التي بلغت واحد فصل خمسة مليار دولار على الأسلحة والدخيرة يشهد التاريخ على أن المساعدات الأجنبية المقدمة لإفريقيا لم تكن إلا قوى مشبوهة وشكلا هاما من أشكال التمويل الإرهابي ذلك أنه في دول مزقتها الحرب مثل إتيوبيا والصومال والسودان شكلت تحويلات الأصول الأجنبية التي تم تعريفها على أنها توزيع جديد للمساعدات والأصول الخارجية مصدر دخل لا ينضب للجماعات المحلية المسلحة والحكومات الأفريقية لا تنأى بنفسها عن المشاركة في مثل هذه السرقات لقد انتشرت حوالات الأصول إلى حد باتت معه الدول المتبرعة تقبل بنسبة معيارية قدرها 5% من أي مساعدات سواء أكانت عينية أو مالية من أجل إجراء التحويل وترتفع هذه النسبة لدول إفريقية معينة إلى 20% ذلك أنه إن لم تسرق المساعدات الأجنبية من مصدرها أي قبل أن يصل المال أو السلع إلى المحتاجين فستسرق منهم إما في أوطانهم أو قريبا منها ويتضمن هذا النوع الشائع من تمويل الإرهاب تحويلات أصول محلية حيث تصادر منظمات مسلحة السلع عند مفارق الطرقات المؤدية إلى المنطقة التي تسيطر عليها أو عبر شن غارات على القرى التي يفترض وصول التحويلات إليها وهو ما يؤدي إلى حذوث مجاعات أما فيما يتعلق بمبادرات جمع المعونات مثل معونات الحياة لايف ثمانية التي تم جمعها من أجل أثيوبيا في التمانينيات وحفل لايف ثمانية في العام 2005 فإنه بالرغم من النوايا الطيبة التي وقفت وراءها إلا أنها لم تؤدي في نهاية المطاف إلا إلى تخليد الحروب الأهلية من دون التخفيف من المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها إفريقيا كما أن سنتي القحط التي ذمغتا مطلع الثمانينيات لم تنزلا بالمجاعة على أثيوبيا بل كانتا نتيجة مباشرة لانتقال أعداد هائلة من السكان الذين أجبروا على الهرب من عقود طويلة من الحروب الأهلية التي اشتركت فيها الحكومة وأديس أبابا والعصابات الإيريتيرية وجبهة تحرير الشعب التجيراني لقد تلقت أثيوبيا في الفترة الواقعة بين عامي 1982 و85 معونات أجنبية قدرها 1.8 مليار دولار بما فيها مساعدات حملة لايف 8 غير أن القسم الأكبر من هذا المبلغ 1.6 مليار دولار لم يذهب لسد جوع الشعب وإنما لشراء معدات حربية وهكذا قام المتبرعون الأجانب والقائمون على حملة لايف 8 من غير قصد منهم بتمويل الحرب وأشعل فتيل نزاع لا يرحم بين الجماعات المسلحة والعصابات الإجرامية والحكومة على تقسيم المساعدات الأجنبية والتي حاقت بأثيوبيا مصيرا مأساويا لتصبح تلك الدولة اليوم أشد فقرا مما كانت عليه في أوائل ثمانينيات القرن المنصر تقع حفلات موسيقى البوب والمبادرات التي تطلق بنية منح المتبرعين شعورا أفضل تجاه أنفسهم ضحية الاقتصاديات المشبوهة وخاصة في الدول الأفريقية لكنها مع ذلك شائعة لأنها تعطي ذلك الشعور الزائف بأنهم يمدون لهؤلاء البائسين يد المساعدة ويضيف كارلو كيبو أن الرسالة التي تروج لها حفلات موسيقى البوب تتمحور حول مزيد من العطاء فترضي بذلك ضمائر الناس حتى لو بقوا بعيدين عن المشكلات الحقيقية المعقدة التي تجري على أرض الواقع في حين أن المبالغ التي تتبقى بعد تغطية مصاريف الحفل يتم إنفاقها بسرعة وفي غير مكانها لتفادي أن يحمل الناس فكرة أن الأموال التي تم جمعها لم ينتهي بها المطاف في جيوب منظمي الحفل حتى البنك الدولي يحافظ على موقفه المتشدد من أن محو الدين وزيادة المعونات من شأنهما أن يزيد إفريقيا فقرا ويرى أن وقف الضرائب الزراعية والمعونات البالغ 300 مليون دولار التي توزعها الدول الغنية على فلاحيها هي إجراءات من شأنها أن تكون أكثر نفعا بكثير لأن مثل هذه الاستراتيجية ستزيد أرباح إفريقيا الزراعية بحوالي 100 مليار دولار أي أكثر بعشرين مليار دولار من المعونات التي أرسلتها الدول الصناعية إلى إفريقيا في العام 2006 والتي بلغت قيمتها 80 مليار دولار صحيح أن وقف المساعدات والضرائب في الدول النامية سيفتح المجال أمام المنتجات الإفريقية للمنافسة مع المنتجات الغربية وتوليد مبالغ قدرها 500 مليار دولار كافية لرفع نير الفقر عن رقاب 150 مليون إفريقي بحلول العام 2015 بيد أن الترويج لمثل هذا النوع من التغيير قد ينفر الفلاحين الغربيين الذين يعدون عماد قاعدة الرئيس بوش الانتخابية وجماعة ضغط لها وزنها في أوروبا وهذا هو السبب الذي دفع كلا من بوش وبلير للترحيب باقتراح بونو وهو إخفاء نزعة حماية الانتاج الوطني التجارية خلف قناع من الكرم الغربي تبقى الحقيقة الساطعة من وراء حملة القضاء على الفقر أن المساعدات الأجنبية مفيدة بمعظمها لأولئك الذين يقدمونها وهي حقيقة أثبتتها خطة ماريشال التي أنتجت سوقا جديدة للمنتجات الأمريكية وحسب مومو كيساو الاقتصادي الذي كان يعمل لدى عدة منظمات إنسانية في إفريقيا فإنه مقابل كل دولار من المساعدات التي تصل إلى إفريقيا تعود ثلاثة دولارات منها إلى الدولة التي قدمت هذه المساعدات والسبب الرئيسي في ذلك هو أن العمالة والمنتجات تأتيان من دول صناعية وهكذا تنتج المعونات سوقا للمنتجات الغربية وحسب عدد من المصادر في البنك الدولي ممن تكلمت معهم بهذا الشأن فإن 70% من القروض تذهب لشراء منتجات وخدمات من شركات غربية كان العديد من القادة الأفارق الذين عارضوا زيادة المعونات الأجنبية قد طالبوا عوضا عنها بتحويل التقنية وتطوير بنا تحتية أساسية ذلك أن أفريقيا تفتقر إلى الهيكليات والموظفين لمساعدتها على انتشال نفسها من الفقر كما تبين من خلال سد أريد بناؤه على طول نهر النيجر حيث ذهب مبلغ 15 مليون دولار المخصص للمشروع إلى شركة هندسية أمريكية لأن حكومة النيجر عجزت عن تولي مشروع بهذا الحجم في حين أن هدف خطة ماريشال هو إحياء عمليات التشييد والإعمار في أوروبا التي مزقتها الحرب بحيث يمكن للمستهلكين شراء المنتوجات الأمريكية فإن أهداف المعونات المالية لإفريقيا هي على النقيض من ذلك ذلك أن الاتحاد الأوروبي على سبيل المثال لا يزال يستعمل حق الفيط فيما يتعلق ببيع البذور المعدلة وراثيا والتي تنتج محاصيل تتطلب قدرا أقل من الري لإفريقيا وذلك من أجل حماية مزارعيه في هذه الحالة فإن المعونات تمثل نوعا من الضمان بأن يدفع المتبرعون لحماية صناعاتهم من منافسة المنتجات الإفريقية على خلفية ذلك أصبح من الواضح لماذا تعد المعاناة الأجنبية علة إفريقيا فهي الفيروس الاقتصادي الذي يضاهي الإيدز خطورة وهلاكا لقد أثبت الاقتصادي السويذي فريديريك إيريكسون أنه منذ السبعينيات كان حجم المعونات التي تلقتها البلدان الإفريقية يتناسب عكسيا مع النمو الاقتصادي وأن هذه المعونات لم تكن دواء بل جرثومة مؤذية وأنه كلما زاد حجم الأموال التي تتلقاها البلاد كلما اشتد عليها مرض الفقر أكثر وأكثر خذ مثالا على ذلك تنزانيا وكينيا التي كانتا قد شهدتا معدلات نمو مذهلة في فترة الستينيات إثر الحصول على استقلالهما لكن ما لبثت أن أخذت هذه المعدلات بالتردي في منتصف السبعينيات بالتزامن مع هطول المعونات الأجنبية حيث تلقت كل من تنزانيا وكينيا في الفترة الواقعة بين السبعينيات والعام 1996 مساعدات بقيمة تقارب 16 مليار دولار لقد ساعدت هذه الأموال على تطبيق سياسات اقتصادية مدمرة حيث اعتنقت تنزانيا أحد أشكال الاشتراكية الإفريقية في حين اعتنقت كينيا سياسة بديلة مستوردة كما أن هذه المعونات الأجنبية لم تجلب الاستقرار السياسي إلى المنطقة ذلك أنه في صيف العام 1998 شن تنظيم القاعدة هجوما على سفارتي الولايات المتحدة في كينيا وتنزانيا أسفر عن مقتل المئات في تناقض صارخ مع هتين الدولتين فقد تمكنت بوتسوانا الدولة التي لم تستقطب إلا القليل من المعونات الأجنبية خلال السنوات الثلاثين الماضية من تحقيق نمو أسرع من معدلات النمو في الصين حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد من 1600 دولار في العام 1975 إلى 8000 دولار في العام 2004 أما على الصعيد السياسي فقد بقيت بوتسوانا واحدة من أكثر الدول استقرارا في إفريقيا لدعم نظرية إيريكسون يبين توماس شيهي مؤلف الدراسة المقارنة التي حملت عنوان ما بعد الاتكالية والفقر نظرة أخرى إلى المعونات الأمريكية لإفريقيا يقول أنه بالرغم من أن إفريقيا تلقت وسطيا أربعة أضعاف المعونات التي تلقتها آسيا فإن الناتج القومي المحلي للفرد أقرب إلى خط الفقر مع إدراج 15 دولة في لائحة أفقر الدول في العالم في حين أن الناتج القومي المحلي الآسيوي آخذ بالإزدهار ويوضح تقرير صدر عن البنك الدولي في العام 2007 أن الفقر العالمي أي عدد الناس الذين يعيشون بأقل من دولار واحد في اليوم يتناقص وذلك بفضل النمو الاقتصادي في الصين والهند إن مشكلة إفريقيا لم تكن اقتصادية وإنما سياسية وهي مشكلة يمكن حلها بتطبيق حوكمة جيدة لا بالمال ويتناول كتاب جون ريدر المعنون إفريقيا سيرة قارة قصة نجاح يوكارة وهي جزيرة تنزانية صغيرة في بحيرة فيكتوريا مكتظة بالسكان ورملية الأرض وخالية من أي من الموارد النباتية أو الطبيعية لكنها مع ذلك لم تعاني يوما من نقص الغداء أو المجاعة وهو أمر يعزوه ريدر إلى ملكية العقار الخاصة وعدم وجود مسؤولين أو ديكتاتوريين ويسر الاقتصاديون الإفريقيون على أن إفريقيا ليست بحاجة إلى المزيد من المعونات الأجنبية وإنما بحاجة إلى ثورة برجوازية تمهد لظهور الطبقة العالمية الوسطى لإيجاد وظائف محلية عن طريق صنع منتجات وبيعها لمن يريد أن يشتري لقد أصبحت القارة بعد مضي عامين على اتخاذ القرار التاريخي بشطم الدين الأفريقي أشد فقرا منذ قبل فالمبادرات الجديدة لم تجد نفعا بما فيها ريد وهي الشركات التي جمعها بونو وتكرس نسبة مئوية من مبيعاتها لمساعدة إفريقيا بل إن كل ما حققته هذه المبادرات هو استلاب البلاد علاماتها التجارية ذلك أن كارثة حملة القضاء على الفقر تصرخ بمحدودية أفق المشاهير عند دخولهم حلبة السياسة حتى عندما تكون نواياهم طيبة فهم لا يملكون معلومات صحيحة عن ما هي الأوضاع كما أنهم يفتقرون إلى خلفية علمية ومهنية تمكنهم من فهم القضايا المعقدة مثل قضية الفقر في إفريقيا ناهيك عن سهولة وقوعهم فريسة الممثلين الأبرع منهم وهم السياسيون وآلاتهم التسويقية الميكافيلية تكمل الأوهام السياسية منظومة السوق لأنها تساهم في تماهي الفواصل بين الواقع والخيال وتكمن في صميم محرك الهالة التي تحيط بدولة السوق فالسياسيون يصنعونها ووسائل الإعلام تتكفل بنشرها أما أكثر الأوهام ترسخا حتى اليوم ما هو إلا الخوف من الإرهاب وهو وهم تم نسخه بمنتهى الحذر ليملأ الفجوة الأيديولوجية التي أوجدها تفكك الشيوعية سياسة الخوف في صباح يوم اثنين غائم صادف الحادي عشر من كانون الأول ديسمبر 2006 وصلت إلى محطة القادمين الثانية في مطار هيثرو عند الساعة الخامسة والنصف صباحا قبل ساعتين من موعد التحاق برحلة أليطاليا المتجهة إلى روما بعد أن وقفت في الطابور لخمس وأربعين دقيقة نجحت في إيداع حقائبي وذهبت إلى الطابق العلوي لأكتشف أن طابور التفتيش يمتد إلى خارج المحطة حيث نصبت سلطات المطار خياما مدفاءة على امتداد المحطة كي تحمي المسافرين من البرد القارس اتخذت لي مكانا في الخيمة عند نهاية طابور المسافرين يعترين الخوف من ألا أتمكن من اللحاق بالرحلة ومع مرور الوقت بدأت بوادر التوتر بالتسلل إلى نفوس المسافرين وبدى المرض على وجوه المسنين منهم وأخذ الأطفال بالبكاء فيما كسى الانزعاج ملامح رجال الأعمال عندما حان دوري لدخول المحطة مجددا أجبرت على الالتحاق بطابور فرعي آخر تضاعف امتداده عبر المحطة عدة مرات بينما أخذت عبارة النداء الأخير تومد على شاشة الرحلات المغادرة إلى جانب خمس من أصل سبع رحلات مدرجة ولاحدت أن بضعة مسافرين تبادل النظرات وهم ينظرون بقلق إلى ساعاتهم ويحسبون الوقت الذي سيستغرقهم للمرور عبر حاجز الأمن فيما حاول مسافرون آخرون أن يلفتوا انتباه الدباط المرتدين بزات صفراء براقة والمجتمعين أمام مدخلي المغادرة بعد طول انتظار اقترب ضابط أمن فارع الطول من الطابور الذي أقف فيه فما كان من رجل أعمال كهل إلا مبادرته بسؤال مهذب قائلا هل لا تدعني أتجاوز دوري في الطابور لكن الضابط هز رأسه بالنفي وشرح أن لديه تعليمات بعدم السماح لأي كان بالمرور فسألتهم رأة كانت تقف بجانبي قائلة إذن ماذا علينا أن نفعل فجاءها رده جافا الانتظار والدعاء بألا تقلع الطائرة في الوقت المحدد قلت له إنني ومعظم المسافرين هنا قد أودعنا حقائبنا في الطائرة وإن إنزالها منها سيكلف زمنا ومالا وإنه من الأسهل أن يتركون نصعد إلى الطائرة لكن الضابط اكتفى بأن أولاني ظهره ومشى مبتعدا عنه إن غياب الاهتمام بقضية التكاليف المترتبة على تأخر الرحلات المغادرة بسبب الحواجز الأمنية أمر يدعو إلى العجب إذ وفقا للحسابات التي أجراها الاقتصادي روجير كونغليتون في العام 2002 فإن كل ثلاثين دقيقة إضافية يمضيها المسافرون في المطارات تكلف الاقتصاد 15 مليار دولار كل عام أي حوالي ثلاثة أضعاف أرباح الفئات العاملة كافة في قطاع الطيران في تسعينيات القرن الماضي وهي أرقام خيالية من الأجدر أن تضاف إلى رواتب آلاف الأشخاص بمن فيهم أولئك المعتصمين عند بوابة المغادرة صباح الاثنين ذاك الذين وظفتهم الشركات الأمنية إترى أحداثه 11 أيلول سبتمبر لتفتيش المسافرين جوا بحلول الوقت الذي وصلت فيه إلى الحاجز الأمني كانت الساعة قد أصبحت السابعة والنصف صباحا وباشرت أنا وبضعة أشخاص آخرين بنزع الإكسسوارات التي كنا نضعها مثل الحزام والحذاء ودبابيس الشعر وما إلى ذلك ثم استخرجت من الحقيبة اليدوية الوحيدة التي معي الأغراض التي سمحوا لي بحملها مثل الحاسب النقال ومزيل مصاحق التجميل وزجاجة الدواء الملفوفة بعناية بعدة أكياس بلاستيكية لا يتعدى حجمها 20 في 20 سنتيمتر وفجأة قفز أمامي زوجان الشابان متجاوزين الطابور وضعين حقيبتيهما اليدويتين على السيور وركضا عبر كاشف المعادن الذي بدأ بإصدار صفير متقطع دفع ضابط الأمن إلى إيقافهما وإرجاعهما إلى حيث يتوجب عليهما نزع الإكسسوارات كافة التي يضعانها مثل باقي المسافرين جميعا نظر الرجل والمرأة إلى بعضهما وصاحاب الإيطالية قائلين لقد تأخرنا علينا أن نجري وإلا ستفوتنا الرحلة بينما كانت تجري هذه الأحذات تجمع المسافرون الإيطاليون في الطابور خلفي وأخذوا يحتجون على ما يجري فهم أيضا سيفوتون الرحلة ولماذا يسمح لهذين الزوجين بتجاوز الطابور وتطور الوضع إلى تبادل للصياح والشتائم بالإنجليزية والإيطالية بين المسافرين بعصبية كان من الواضح أن سببها الوضع برمته وقد أغمي على السيدة العجوز التي كانت تقف خلفي فاندفعت إحدى ضابطات الأمن لإنقاذها واصطدمت في طريقها بزوجين معهما طفلان يبكيان في عربتيهما كان الموقف كله عبارة عن فوضى عارمة ليست إلا من مخلفات أحداث الحادي عشر أيلول سبتمبر تجسدت في حالة لا تطاق من التوتر الذي يضغط على أعصابنا جميعا نحن المسافرين والذي تفرضه خشية الإرهاب المحبوكة بذكاء الإرهاب بالأرقام إن الاعتقاد السائد بوقوع وسائل المواصلات الجوية الغربية ضحية الإختطاف ليس إلا إحدى الأساطير العديد التي تبثها سياسة الخوف لأن الصعود إلى طائرة من أو إلى دول أوروبا الغربية أو أمريكا الشمالية بلغ قمة الخطر في السبعينيات التي شهدت وقوع 31 عملية اختطاف في المنطقتين كليهما أسفرت عن 29 حالة وفاة في حين لم يقع في الثمانينيات إلا 13 عملية اختطاف و61 حالة وفاة وقد تراجع العدد في التسعينيات إلى 6 عمليات اختطاف من دون وقوع ضحايا بينما لم يشهد العقد الأول من الألفية الجديدة حتى الآن أكثر من 7 عمليات اختطاف وقعت 4 عمليات منها في 11 أيلول سبتمبر يؤكد المستشار في مجال الطيران جوسو المونا على أنه منذ السبعينيات تناقصت عمليات اختطاف الطائرات تناقصا واضحا بفضل التطورات الهامة التي طرأت على صعيد الأمن الجوي اعتبارا من ثمانينيات القرن الماضي حيث نجحت السياسات والاستراتيجيات الجديدة باحتواء التهديدات في ذلك العقد ويقول لم تعد صناعة الطيران تشهد مخاوف مماثلة كتلك التي لا تطرأ إلا في قارات بعينها مثل أوروبا والشرق الأوسط أما فيما يتعلق بالمهمات الانتحارية فحتى أحداث 11 أيلول سبتمبر كانت تعتبر وسيلة لجدب الانتباه إلى قضايا معينة وليست جزءا من مخاطر عمليات الاختطاف وكان البروتوكول قبل هذا التاريخ يقضي بكسب الوقت وفتح قناة حوار مع المختطفين وهو بروتوكول اتبعته سلطات الطيران بحذافيره يوم الحاذ عشر أيلول سبتمبر لكن الإجراءات المتبعة اليوم مختلفة للغاية انتهى كلامه يؤكد سلمونة كذلك أن منظمة الطيران المدني الدولية إيكاو قد سنت بروتوكولات مخصصة لعلاج مثل هذا الموقف وأن تكرار أحداث الحاذ عشر أيلول سبتمبر بالتالي لن يكون سهلا على الإطلاق لقد أصبح استهداف أنظمة النقل المدنية اليوم أسهل بكثير من استهداف المطارات وشركات خطوط الطيران التي ترتفع فيها درجة الحماية الأمنية كما تبين جليا إثر تفجيرات لندن ومدريد التي بدت أنها أشد وقعا في النفوس بالنظر إلى أنه من غير عادة المواطن الغربي العادي التنقل جوا لكنه بالمقابل يتنقل بين المدن باستمرار بالرغم من ذلك تصر أجهزة الدعاية السياسية على التركيز على أمن المطارات في المقام الأول حتى إن احتمال وقوع الأوروبيين والأمريكيين ضحايا اعتداء إرهابي دولي كان أقوى في الماضي فحسب الإحصائيات الرسمية الصادرة عن مؤسسة راند فإنه في سبعينيات القرن الماضي وقع 920 اعتداء من هذا النوع وارتفع العدد في الثمانينيات إلى 1219 اعتداء إرهابي دوليا ثم تراجع إلى 626 اعتداء في التسعينيات في حين لم يتجاوز عدد هذه الاعتداءات في العقد الأول من الألفية الجديدة حتى الآن 188 اعتداء بالستناء أحداث الحادي عشر أيلول سبتمبر التي يعدها خبراء الإرهاب حادثة استثنائية نظرا إلى أنها أسفرت عن مقتل ثلاثة آلاف شخص تقريبا تظهر البيانات أن خطر الوفاء جراء اعتداء إرهابي دولي في أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية كان أعلى في الثمانينيات منه في السابق أو اعتبارا من تاريخه ذلك أنه في حين لم يلقى إلا 287 شخصا مصرعهم في السبعينيات فقد ارتفع العدد إلى 999 شخصا في الثمانينيات وتراجع إلى 367 شخصا في التسعينيات وأنه باستثناء الوفيات الناجمة عن أحداث الحادي عشر أيلول سبتمبر فلم يشهد العقد الحالي إلا مصرع 330 شخصا جراء عمليات الإرهاب الدولي غير أن الإحصائيات المتعلقة بالإرهاب الدولي لا تضم بيانات عن الاعتداءات الإرهابية المحلية والتي تعرف على أنها اعتداءات لا تسفر عن وقوع ضحايا أجانب لقد ارتفع معدل وقوع عمليات الإرهاب الدولي مقارنة بالإرهاب القومي خلال السنوات العشرين الماضية بسبب تعظم إقبال الناس على السفر وإذا قمنا بإجراء تحليل سريع للإحصائيات في أوروبا فسيتأكد لنا أن خطر الوفاة جراء اعتداء إرهابي محلي في أوروبا كان أعظم في السبعينيات منه اليوم ذلك أنه في العام 1972 لقي 467 شخصا بمن فيهم 103 ضباط وجنود من الجيش حتفهم بسبب النزاع الدائر مع الجيش الجمهوري الإيرلندي في حين أنه حتى هذا التاريخ من العقد الأول من الألفية الجديدة لم يمت سوى 52 شخصا في المملكة المتحدة وذلك جراء تفجيرات لندن التي وقعت في السابع من تموز يوليو في وسعنا أن نتقفى هذا النمط عبر أوروبا كلها حيث إنه منذ العام 1968 شهدت إيطاليا ما يربو على 14 ألف اعتداء إرهابي شنتها جماعات الجناح اليساري والجناح اليميني كليهما لقد وقعت أغلبية هذه الاعتداءات في السبعينيات ومطلع الثمانينيات ففي العام 1973 لقي 40 شخصا مصرعهم فيما سقط 24 آخرون في العام الذي يليه ضحايا الإرهاب وتوفي 120 شخصا جراء اعتداء عنيف شنته جماعات محلية أما العقد الأول من الألفية الجديدة فلم يشهد حتى الآن سوى وقوع ضحايتين جراء العمليات الإرهابية في إيطاليا كان قد تم في العام 1976 إعدام مئة شخص لأسباب سياسية في تركيا ليرتفع العدد بحلول العام 1978 و79 إلى 2400 قتيل سفقت دماء معظمهم على يد جماعات الجناح اليميني المحلية يتفق خبراء الإرهاب حول العالم على أن الإرهاب بنوعيه المحلي والدولي في العالم الغربي قد بلغ ذروته في الثمانينيات وأنه آخذ بالتراجع منذ ذلك الحين قد يقول الكثيرون إن السبب في تمتعنا بمزيد من الأمن اليوم هو أنه منذ الحاذ عشر أيلول سبتمبر ازدادت إجراءات الأمن تشددا غير أن هذا الانطباع غير صحيح ولن يلبث أن يندرج بسرعة في خانة الأساطير السياسية المعاصرة فعندما كنت لا أزال طالبة في جامعة روما في أواخر السبعينيات كانت هناك حواجز طرقات في أنحاء المدينة كافة للتحاقق من هويات المارة وتفتيش سياراتهم ومع ذلك فلم تنجح هذه الإجراءات بردع الممارسات الإرهابية في العاصمة حتى الاعتقاد السائد أنه من أجل منع وقوع الحوادث الإرهابية كان حمل مقدار لا يزيد على 100 ميلي لتر من الشامبو كفيلا بجعلهم يأمرونك بخلع نعليك عند المغادرة وأخذ بصمات يديك وعينيك عند الوصول هذا الاعتقاد لم يكن أكثر من وهم مهدئ لنفوس المسافرين الذين لم ترهبهم سوى حكوماتهم فقد أثبت جهاز الأمن الإسرائيلي أن الطريقة الفعالة الوحيدة لتفتيش المسافرين وفرزهم هي عن طريق إعداد ملف شخصي لكل منهم أو إجراء مقابلات معهم جميعا فردا فردا في العام 2006 أخبرني قبطان إيطالي أن الشيء الأسهل والأكثر حصدا للأرواح من جعل طائرة تنفجر في الجو هو الاندفاع بسيارة مفخخة إلى قلب إحدى محطات الوصول أو المغادرة في مطار هيثرو عند وقت الذروة حين يكون الفاصل الزمني بين إقلاع الطائرات وهبوطها أقصر ما يكون وعندها سيكون التفجير بالغ القوة بسبب وقود الطائرات وقد يتسبب على الأرجح بتدمير المحطة بكاملها ويودي بحياة آلاف الأشخاص وكان ذلك بالفعل سيناريو الاعتداء الفاشل على مطار غلاسكو في صيف العام 2007 يعتبر هذا النوع من الاعتداءات في الولايات المتحدة الخطر الأول الذي يهدد صناعة الطيران ومع ذلك فإن بضعة مطارات فقط في العالم مثل مطار ناريتا في توكيو تملك أجهزة لفحص السيارات بالنظر إلى ارتفاع تكلفة العملية ارتفاعا يمنع تنفيذها ويقدر اقتراح تم تقديمه لاحتواء هذه التهديدات في مطار لوس أنجلوس تكاليف تطوير الأجهزة الأمنية بتسعة مليارات دولار في المرة المقبلة عندما تخلع حذائك وتخرج أشياءك الخاصة عند حاجز أمن المطار في وقت الذروة قد يكون من المفيد لك استعمال مخيلتك والتفكير في أن عملية مطابقة لتفجيرات لندن التي وقعت في السابع من تموز يوليو على وشك الحذوث عند مدخل محطة القادمين تذكر أيضا أن صنع قنبلة لن يشكل عائقا يذكر وكذلك الحال بالنسبة إلى تأمين المكونات اللازمة فكل ما عليك فعله هو أن تطبع جملة كيفية صنع قنبلة في محرك البحث جوجل وستطلع بما يزيد على مئتين ألف طريقة وبعضها لا يتطلب إلا مواد يمكن شراءها من أي صيدلية بالرغم من أن الساسة يريدون منا أن نصدق أن الإجراءات الأمنية الجديدة في المطارات ضرورية لإنقاذ أرواحنا فإن تصيد الإرهابيين داخل محطات الوصول والمغادرة لا يزال دون المستوى المطلوب في العام 2003 أخبر المدعي العام الأمريكي السابق جون أشكروفت اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ أنه منذ أحداث الحادي عشر أيلول سبتمبر تم ترحيل 478 شخصا معظمهم اعتقلوا في أثناء سفرهم لكنه لم يؤكد مع ذلك كونهم إرهابيين وإنما ألقي القبض عليهم لانتهاكات تتعلق بتأشيرات الدخول الفيزا غير أن حقيقة إعادتهم إلى أوطانهم تثبت أن هؤلاء الأشخاص لم يكونوا إرهابيين حيث يتوجب على شعبة المباحث الفيدرالية FBI أن تبرئ ساحة الشخص من كونه إرهابيا مشتبها فيه قبل ترحيله لطالما أحسن رجال السياسة التلاعب بالأرقام من أجل دعم سياساتهم وجمع المال لمشاريع رعاية الحيوانات الأليفة وعرض السيناريوهات أكثر إيجابية حيث ضخم روبرت مكنمارا أعداد الضحايا الأعداء ليمكن السياسيين في واشنطن من التبجح بشأن التقدم الذي تحرزه الولايات المتحدة في فيتنام غير أنه لم يسبق مطلقا أن قام السياسيون بفبركة البيانات لتصوير مستقبل خطير ومرعب كما يفعلون اليوم وهو اتجاه ظهر قبل أحداث الحادي عشر أيلول سبتمبر حيث ذكر أندرو باسيفيتش وهو بروفيسور العلاقات الدولية في جامعة بوستون في العام 2001 كتاباته حول السياسة الخارجية أن التقرير الصادر عن وزارة الخارجية في العام 2001 حول أنماط الإرهاب الدولي لا يبالغ ويشوه الواقع فحسب بل يبهم أيضا السياق السياسي الذي تقع فيه أحداث إرهابية معينة ووفق باسيفيتش فإن 170 من أصل 200 اعتداء عدت إرهابا دوليا كانت التفجيرات التي استهدفت أنابيب النفط التابعة للولايات المتحدة في كولومبيا لقد أزهم التلاعب بالبيانات والدعاية السياسية في تطوير ما وصفه البروفيسور في جامعة شيفيلد ليف وينار على أنه إحساس كاذب بالأمان بشأن الإرهاب في العالم الحر إذ لطالما كان الشعار المرفوع في هذه القضية كن خائفا كن مرتعبا لكن عش حياتك كالمعتاد والذي تعززه مرة بعد أخرى التقوس الأمنية التي نخضع لها في كل مرة نستقل فيها طائرة في واقع الأمر علينا أن نكون أشد قلقا حيال انتشار الأمراض والمخدرات وتهريب البشر وغير ذلك من الممارسات الإجرامية جوا وعن طريق وسائل المواصلات الأخرى كما يؤكد جوسل مونا الذي يضيف قائلا تمثل هذه التهديدات يوميا خطرا أعلى بوقوع مأساة إنسانية ومع ذلك لا نجد مشاهير يعملون على توعية الناس بخصوص هذه المخاوف والتي لا يمكن تخيلها أو توضيح ماهيتها من خلال عرض صور صادمة ناهيك عن أنها لا تضخم مراتب رجال السياسة على نطاق أوسع لقد أدى الإحساس الكاذب بالأمان إطرى أحداث الحادي عشر أيلول سبتمبر والذي روجت له إدارة بوش إلى تعزيز شعبية الرئيس الذي لا يحبه أحد وشكل قاعدة انتخابية بعد ذلك بثلاثة أعوام لحملته الانتخابية الثانية تماما كما توقع كبير مستشاريه السياسيين كارل روف في العام 2003 إن الحقيقة الواضحة التي تم إخفاؤها بمنتهى الحذر خلف شبكة من الأوهام هي أن الإرهاب آلة قتل غير فعالة وحسب ما كتب روس هوفمان وهو خبير مختص بالإرهاب لدى مؤسسة راند إن العديد من محللي الإرهاب الأكاديميين يحدون أنفسهم بفرضيات أسوأ السيناريوهات التي يمكن أن تحدث والتي تكاد لا تضم إلا الأسلحة الكيماوية أو البيولوجية أو النووية بدلا من السعي لفهم السبب في أن الإرهابيين ما عدا أحداث الحادي عشر أيلول سبتمبر لم يدركوا إلا نادرا قدرتهم الحقيقية على القتل علاوة على ذلك فإن الإرهاب ليس بالنشاط متكرر الحدوث في الغرب فحسب ما يقول سلمونة إن عدد الوفيات الناجمة عن الإرهاب في السنوات الثلاثين الماضية ضائل نسبيا مقارنة بالألاف الذين خسروا حياتهم نتيجة تعاطي المخدرات أو مرض السرطان أو حوادث السيارات في أي عام من الأعوام مما يعني أن الإرهاب ليس القاتل الرئيسي في العالم وإنما فيما يتعلق بالغربيين فإن احتمالات الوفاة خلال اعتداء إرهابي لا تمثل إلا جزءا يسيرا من مسببات الوفاة الأخرى المذكورة آنفا وكما يقول عضو مجلس الشيوخ الأمريكي جون ماكين إذا ما أحصيت احتمالات الوقوع ضحية إرهابي فستجد أنها أقرب ما تكون لاحتمالات أن تجريفك موجة مد إلى عرض البحر يبدو أن قانون الأرقام الكبيرة يعارض السيناريو المخيف الذي يصوره لنا صناع الأوهام السياسية ذلك أن احتمالات وفاة الأمريكي في عقر داره تفوق احتمالات وقوعه ضحية اعتداء إرهابي ففي كل عام يلقى 16 ألف أمريكي مسرعهم جراء جرائم القتل في أثناء وضع هذا الكتاب بلغ مجموع الوفيات الناجمة عن حوادث السيارات اعتبارا من تاريخ 11 أيلول سبتمبر في أمريكا ما يزيد على 200 ألف حالة وفاة وإن احتمالات مقتل أمريكي في حادثة تحطم طائرة تبلغ حوالي واحد من أصل 13 مليون حتى مع أخذ أحداث 11 أيلول سبتمبر في الاعتبار في حين أن بلوغ مستوى المخاطرة نفسه في أثناء القيادة على الطرقات السريعة في أمريكا الأوتوستراد التي تربط بين الولايات يتطلب القيادة لمسافة لا تتجاوز 11.2 ميل وتفوق احتمالات أن يلقى الناس مصرعهم في أثناء القيادة إلى المطارات احتمالات وفاتهم جراء تفجير إرهابي داخل المطار أو في الجو حتى لو أخذنا في الاعتبار أعلى عدد للوفيات الناجمة عن الإرهاب الذي وقع في عام 1995 مع وفاة ما يربو على 6000 شخص في أرجاء العالم فسنجد أن هذا الرقم لا يشكل إلا جزء يسيرا من عدد الوفيات التي تقع كل عام جراء لسعات الأفاعي والذي يتراوح بين 50 ألف إلى 100 ألف حالة وفاء ناهيك عن وفاة عشرة ملايين طفل لأسباب قاهرة مثل سوء التغذية والمالاريا إذن لماذا نحن خائفون إلى هذا الحد؟ لا بد من إيجاد جواب على هذا السؤال في الأساطير التي حاكها رجال السياسة لإضفاء الشرعية على دولة السوق